كيف فينا نخلي نص أو أي ويتجت بدنا ياها تاخد كل المساحة المتوفرة بداخل ويتجت تانية مع فلتر أنا عندي هون مثلا كونتينر بلون أزرق بعرض وارتفاع محدد وهلأ بداخل تشعيل تبع الكنتينر بدنا نحط مثلا نص بس هذا النص حجمه أكبر بكتير من حجم الكنتينر وهلأ مشان نخلي هذا النص الكبير يصغر وياخد بس المساحة المتوفرة بداخل الكنتينر الموجود بداخله فينا ببساطة نحط هذا التكس ويتجت بداخل ويتجت جديدة اسمها فيتد بوكس وهيك رح نشوف أنه النص صغير وصار تماما بحجم الكنتينر يلي موجود بداخله وطبعا الكود يلي بيحدد حجم الخط هات تم تجاهله وتعطيله وبكل مرة رح يتغير حجم الكنتينر كمان حجم الخط رح يتغير وهذا الشي كتير عملي إذا كان حجم الكنتينر تبعنا عم يتغير على حسب حجم شاشة الموبايل وبدنا النص مثلا يكون دائما ظاهر بشكل كامل بداخل هذا الكنتينر مثلا لو الكنتينر صار أصغر حفظ رح نشوف حجم النص تغير بشكل تلقائي لا ياخد بس المساحة المتوفرة بداخل الكنتينر هلأ لو فرطنا حجم النص أصغر من الكنتينر وحطناه بداخل فيتد بوكس ويدجت فحجم النص رح يكبر وياخد كامل المساحة المتوفرة ورح يتم تجاهل حجم الخط هون بيجر استخدم فيتد بوكس سكيل داون بداخل الفيتد برابرتي مشان تخلي حجم النص نفسه إذا كان صغير وهيك حجم النص رح ياخد كامل المساحة المتوفرة بس في حال كان النص أكبر من الكنتينر أما إذا كان حجم النص أصغر من الكنتينر فرح يبقى صغير وما رح يتغير بتمنى تكونوا استفدتوا بشوفكم بالفيديو القادم سلام